فيه شاب مع النبي اسمه عبدالله ذي البجادين عبدالله كان عمره ثلاثة وعشرين سنة في هالغزوة اسلم عمره ستعشر سنة هو من قبيلة مزيمة يوم اسلم جلس ثلاث سنوات يخفي اسلامه يقول عمي انتظر يسلم هو ميت ابوه هو يتيب وينتظر عمه يسلم لكن تأخر عمه فلما جاء مجموعة من الصحابة قال انا اريد الذهاب معكم ابروح العمي بستأذنه وعرر عليه الاسلام فدخل على عمه من العوائل الكبيرة اصحاب الاموال قال يا عم اني امنت بالله وبرسوله واني لي ثلاث سنوات وانا اصلي خفية واني يعرر عليك الاسلام قال عمه ان اسلمت يا عبدالعزة اسمه في قبل الاسلام عبدالعزة ان اسلمت سحبت الاموال منك وعريتك حتى من ثيابك قال افعل ما شئت فاني بعتها لله جل وعلا والله اشترى مني فقال عطني حتى ثوبك اللي عليك يقول عبدالعزة عبدالله والله ما كان علي ما اشتر به عورتي فوجدت كساء يعني طايح في الارض قديم فاخدته اقطعها نصفين وضعت نصفا منه ازارا ونصف الرداء فاقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك قال اسمي عبدالعزة قال بل انت عبدالله قال وما الذي ترتدي وش اللي عليك هذا فقص له القصة قال انت من اليوم ذي البجادين ان الله ابدلك بهما بجاديني رداءا وازارا في الجنة تلبسهما تصرح بها في الجنة حيث تشاء في هذه المعركة عبدالله ذي البجادين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام مر على الرسول قال يا رسول الله انا ابغاك تدعو لي دعوة واحدة الفقر وعشته والمال وتركته والتضحيه ضحيت فقال بماذا ادعو لك قال ادعو الله ان اموت شهيدا ثم قال له النبي يا عبدالله ان الرجل منكم يخرج من بيته فتصيبه الحمى او يسقط من على دابته فيموت فهو في سبيل الله كأن الرسول يتنبأ انك لن تموت مقاتلا ثم قال النبي اخذ بغصن شجرة وحطه على عبدالله ذي البجادين قال اللهم حرم دمه عن الكفار قال لا يا رسول الله ما هذا اردت دعي الكفار يقتلونني حتى اموت شهيدا قال تموت شهيدا اما بحما تصيبك او تسقط من على دابتك وهذا تنبأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبدالله بن مسعود وحن راجعين في طريقنا من غزوة تبوك قمت في الليل فاذا فيه نار في اطراف الخيمة تشتعل وشوف ناس واقفين فاقبلت فاذا بالرسول في القبر عليه الصلاة والسلام وفيه ميت ملفوف في كفنة وابو بكر عمر والرسول يبكي في الليل وهو يقول دليا علي صاحبكما يقول فقلت من هذا يا رسول الله قال هذا عبدالله ذي البجادين ثم حمله النبي اصيب بالحمى في الليل ووضعه في القبر وقال يا رب اللهم اني امسيت عنه راضيا فارضى عنه يا رب العالمين يا جماعة احيانا النية الصادقة تبلغ بك ما لم يبلغ بك به العمل فاصدقوا نياتكم حتى تبلغوا مراد الله ومراد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم